أحدث أجهزة اسوس المحمولة والمزودة بمعالج الجيل التاسع ومعالج رسومية انفيديا الجديد تم إطلاقها قبل عدة أشهر بموصفات جدا رائعة وعالية وعلى حسب ما تزعم اسوس إن جهازها زيفرس اس هو أفضل جهاز ألعاب محمول بحجم وسماكة نحيفة جدا ورح يكون مناسب لمحبي الألعاب معاكم مندر العلي وهذه معينة الجهاز اسوس زيفرس اس جي اكس 531 من ناحية المواصفات التي قدمت اسوس في جهازها هذا من قدر أقول أنها من أفضل المواصفات التي ممكنها تتقدم في جهاز محمول بهذه النحافة بحيث أنه توفر عندنا معالج الارت اكس ال 2080 ماكس كيو ومعالج انتل الجيل التاسع وذاكرة بحجم 16 جيجا بايت من نوع جدي ار فور وذاكرة التخزين إما بمساحة واحد تيرا من نوع عمدات 2 داعم للن في امي أو قرص اس اس دي بحجم واحد تيرا والمزيد من المواصفات زي ما راح نشوف خلال هذه النظرة خلونا نبدأ أولا بجولة سريع على الجهاز وخلونا نشوف الغطاء الذي بوجهة نظرة يشوف شكله جدا جميل بحيث أنه مقسوم إلى قسمين القسم الأول هو المثير الاهتمام واللي فيه شعار ROG اللامع أو المغطى بالكروم ولكن الشيء المميز فيه أنه في الإضاءة المنخفضة راح تشوف هذا الشعار ينور بمجموعة من الألوان تقدر أنت أيضا تتحكم فيها واللي يشوفه بصراحة أعطى نظرة جميلة للجهاز الجزء السفلي من الجهاز الذي يحمل لوحة المفاتيح أيضا يقدم أطراف مسقولة بلمسة نحاسية من أجل إضافة طابعة الفخامة للهيكل المعدني المتين الذي يحمل هذا الجهاز منافذ التوصيل في جهاز GX531 أيضا عديدة خلونا نبدأ بالجانب الأول الذي يقدم لنا منفذين USB قياسية من نوع USB 2.0 ومنفذ سماعة مزدوج ثم منفذ USB 3.1 من نوع Type-C الجيل الأول ويليه منفذ الشاحن من الناحية الأخرى يتوفر أيضا عندنا منفذ من نوع USB أيضا Type-C ولكن الجيل الثاني ويقدم دعم للتوصيل على الشاشات ويقدم إمكانية الشاحن من خلاله من وإلى الجهاز بقدرة 3 أمبير للأجهزة المحمولة وإذا ما قلت تقدر أيضا تشحن هذا اللابتوب من خلال منفذ USB من خلال شراء شاحن يدعم هذا المنفذ بعد ذلك يتوفر عندنا منفذ من نوع USB 3.1 الجيل الثاني ومن الخلف يتوفر عندنا منفذ HDMI بحجم كامل في مكان اعتبره مناسب جدا ومتاز عند الرغبة في توصيل شاشة خارجية مع هذا الجهاز وبالحديث عن شاشة الجهاز فهي أصبحت الآن بحواف أصغر من السابق بإطارات بحجم 19 ملي متر وحجم كله يبلغ 15.6 بوصة للشاشة واللي خليها تشغل مساعة 25% من حجم الجهاز وتعمل هذه الشاشة بدقة 1920x1080 وتردد 144 هرتز وزمن استجابة 3 ملي ثانية الشاشة من نوع LCD IPS أو IPS Like يعني ما هي IPS بشكل كامل أو بشكل حقيقي ولكن تقدم أداء مقارب أعتقد أنها من نوع VA أو حتى أنها من نوع TN ولكن ما يميزها أنه زمن استجابتها عالي جدا ويقدم لنا أقل تكرار للصورة أو ما يعرف بالغوستنج من خلال الاختبارات اللي سوناها فيها ومن ناحية زوايا الرؤية في هذا الجهاز فهي أيضا ممتازة جدا بهذه الشاشة بزوايا رؤية تصل إلى 178 درجة ودعم لطيف ألوان SRGB كامل ولكن من خلال اختبار الشاشة حصلنا على نسبة دقة وصلت إلى 90% ومجبلا أداء الشاشة من كل زاوية أيضا جميل جدا وما تقول أنها شاشة TN عند الانتقال إلى أسفل الشاشة نرى التوجه الجديد في تصميم جهاز GX531 بحيث تواجد عندنا لوحة مفاتيح في الجزء السفلي من الجهاز والتي البعض يعتبرها غريبة شوي وتحتاج أنك تتعود عليها خاصة لما تستخدم اللابتوب في حظنك أثناء الكتاب ولكن لما تستخدم الجهاز ونت تكتب على الطاولة فشعوره جميل جدا ومسافة انتقال أيضا نقرات المفاتيح فيها مناسبة جدا وبالحديث عن لوحة مفاتيح فهي أيضا دائمة لإضاءة الارجي بي من خلال نظام الأورا سينك اللي إيسوس معروفة فيه وعندنا ثلاثة مراتق إضاءة وألوان بمقدار 20 مليون لون الماوس باد أيضا في هذا الجهاز مميز جدا بسبب الموقع اللي هم موجود فيه على الناحية اليمنى وشوف أنه مكانه جدا ممتاز وأتمنى أنه يتم تبني هذا التوجه خاصة وأنه راح تكون مريحة للاستخدام باليد الوحدة وتقدر أنت توصل إلى كل المفاتيح من خلال هذا الموقع بشكل مريح جدا وأيضا الماوس باد هذه تقدر أنت تحولها إلى نام باد أو لوحة مفاتيح تقدر أنت تستخدمها ورح تكون مضيئة ولكن أشوف أنه كان من المفترض أنه يتم إضافة هبتك فيدباك أو نظام اهتزاز عشان لما تضغط على أي مفتاح تعرف أنك بالفعل ضغط عليه وسجل النقرة وأتمنى أنه يتم تحسين هذه النقطة في الأسطرات القادمة وكما ذكرت في أول هذه المعاينة أن جهاز الجي اكس 531 يتوفر بمعالج الجيل التاسع ب6 أنوية وهو بالتحديد معالج الـ i7 9750 مع معالج رسوميات الـ RTX 2080 من نوع ماكس كيو وهذا يعني أداء ممتاز للألعاب ودرجات حرارة مناسبة والنسخة اللي موجودة معاي في هذا الفيديو واللي سواء نحن عليها مراجعة هي نسخة بمعالج الـ i7 8750H يعني هذه نسخة بمعالج الجيل الثامن فكيد أنه رح يكون فيه اختلاف أو فارق ما بين أداء الجيل التاسع والثامن أما بالنسبة للمعالج الرسوميات فهو معالج الـ RTX 2080 ماكس كيو والذاكرة اللي موجودة عندنا في هذا الجهاز بحجم 16 جيجا بايت من نوع DDR4 وتوصل أيضا إلى ساعات تبلغ 24 جيجا بايت من نوع DDR4 وبالنسبة لخيار التخزين في الجهاز اللي موجود معنا هي قرص 1M2 بسعة 512 من نوع NVMe ورح يتوفر أيضا زي ما قلت ساعات تصل إلى 1 تيرا من نوع M2 أو 1 تيرا من نوع SSD على حسب مكان توفر الجهاز نظام التبريد في جهاز الجيكس 531 هو نظام التبريد التفاعلي أو الـ AAS الذي يزيد من تدفق الهواء بنسبة 22% من خلال نظام فتح تهوية عند رفع شاشة الجهاز رح ترتبع قاعدة الجهاز بمقدار 5 ملي ونحصل على سحب الهواء رح يكون أعلى بنسبة 22% زي ما قلنا وكذلك المساحة الموجودة على لوحة المفاتيح أيضا ضم نظام التبريد اللي يتكون من مروحتين كل مروحة بقدرة 12 فولت وتحتوي على 83 شفرة عشان تضخ أكبر قدر من الهواء وأيضا هذه المراوح تقدم نظام تنظيف ذاتي وطرد للغبر معالج الرسوميات والمعالج والVRM كلها موصلة بخمسة أنابيب هذه الخمسة أنابيب رح تقطي كامل المساحة وفي نهاية هذه الأنابيب تتوفر عندنا أربعة مشتتات حرارية موجودة في زوايا الجهاز عشان تطرد الهواء الساخن إلى الخارج من ناحية مستوى الضجيج مع نظام التبريد هذا أقدر أقول أنه ملحوظ بشكل كبير لما ترفع المراوح على أعلى أداء حيث أنها مزعجة نوعا ما لكن لما تخفضها إلى المستوى المتوسط رح يكون مستوى الضجيج مقبول زي ما حنا شايفين في البنشمارك هذا ولما تنزل أداء المراوح على المستوى المنخفض رح يكون الجهاز تقريبا شبه صامت الأداء الصوتي في هذا الجهاز أيضا ممتاز جدا من خلال السماعتين موجهة مباشرة إلى المستخدم وتقدم دعم لنظام Hi-Res Audio وتقدم لنا قدرة صوتية أعلى بمرتين وإيقاع أعمق أو بيس أعمق بنسبة ثلاث مرات وكذلك يقدم جهاز الجيكس 531 نظام صوتي محيطي 7.1 لما توصل سماعات استيريو من النوع التناظري أخيرا يتوفر مع جهاز الجيكس 531 تطبيق مهم جدا 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 ومميز وهو تطبيق ROG Armory اللي من خلاله يمكن الوصول إلى كافة معلومات الجهاز والتحكم الكامل في التطبيقات وتخصيص أنماط الألعاب المفضلة لك مع توفير مكانية التحكم بخيارات الأداء الخاصة بالشاشة والصوت واتصال الإنترنت والواحة المفاتيح وبالإضافة إلى رفع أداء الجهاز أو خفضه من أجل إطالة عمر البطارية أو رفع الأداء إلى الحد الأقصى وفيما يلي نتاج اختبارات جهاز الـ Asus Zephyrus S GX531 اشتركوا في القناة 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 شكرا